فده يا رجال يا رجال لا يحدنا الله لا يحدنا لا نعم والله قوله والله قوله والله قوله لا يحد يبغي يا حبيبي ولكن اسمعوا لا تنسونا المسابقة حقة السناب يا أخوة الله يعزكم ولا يعز عليكم شكرا لكل من شارك فيها المسابقة المسابقة صراحة هي يعني أعطتني دفعة كبيرة جدا في السناب ما شاء الله تبارك الله أنتم لاحظين يعني الحمد لله صرنا نطلع في الاكسبلور في السناب صرنا نطلع في الاكسبلور دائما تدرون ليش؟ هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وقفتكم معي تعليقاتكم تراها ترفع الاكسبلور تصويركم للشاشة تراه يرفع الاكسبلور القلب الأحمر اللي تضغطون عليه القلب الأبيض اللي إذا ضغطت عليه يصير أحمر تراه يرفعنا في الاكسبلور لو استمرنا على الوضع هذا إن شاء الله بإذن الله النجمة ما تطول بإذن اللي ما تنام عيني كل اللي أحتاجه منكم توقفون معي في التعليق وفي التصوير وأنا بوقف معكم إن شاء الله بالهدايا والله العظيم ما تدرون يعني قد إيش أحاول إني أسعدكم باللي أقدر عليه والله الألمعي فدع يا حبيبي فدع خلني ساكت خلني ساكت ورب البيت ورب محمد لو معي فلوس المحامي يا فالخاطر هروج يا فالكبد يا فالكبد هروج ودي أقولها لكن والله ما يمنعني عنهم إلا المحامي ما يمنعني عنهم إلا العدس لكن فدع يا رجع خلني ساكت أحسن أحرمونا من تمثيليات أحرمونا من توثيل مرتين أحرمونا من لكن والله العظيم طالما أن الناس في تحاربني زي كذا طالما أن الناس تحاربني زي كذا فأنا ماشي صح وإني فاقع قلوبهم والله فاقع قلوبهم لكن الله يجعلني شوكة في الحلوق جيش سعود معك يا أبو حنش أرحب الله يحييكم أنتهو جيش سعود الله يحييكم في بثكم الثاني الناجح من حارب يا والله قوله يا والله قوله لكن على الصدام يا ولد أقسم بالله على الصدام ولكن أنا أعتب يعني أعتب على بعض بعض الأشخاص يطلعون في البث عندي وأبشر تمثل أبشر كرامة من عيوني يا أخي قل لي من البداية من البداية يا سعيد أنا متسلق بعد أدرك أبغى تسلق على حسابك ممكن أبقول له بلعب معك ثلاثة أربع مرات عشرة مرات قد ما تبغى عشان يضيفونك اللي عندي وتحيل عني لا تكذب عيب الكذاب عيب وش تستفيد إذا توثقت في الصناب التوثيق في الصناب يمكن أنتم ما تدلون لكن فيه رزق فيه خير وش هو هذا يعني مثلا مثلا الصناب فيه طريقتين تقدر تدخل منه فلوس طريقتين تقدر تدخل منه الصناب فلوس الحاجة الأولى وش هي منصة الأضواء منصة الأضواء هذي تنزل مقاطع انت في منصة الأضواء قد ما تجيب مشاهدات في هذه المنصة قد ما يجيك فلوس أنا ذي الحين عندي كم شوفوها عندي 20 ألف ألماسة في منصة الأضواء يعني كل 10 ألاف ألماسة بألف دولار يعني 3650 تقريبا أنا عندي 20 ألف يعني تقريباً 6 ألاف وشوية أو 7 ألاف ريال عندك أقصى حد أقصى مبلغ تقدر تأخذها كل شهر ألف دولار اللي هو 3650 حلو هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية في بعض المشاهير انتوا تشوفون سناباتهم تسوي سكب مثلاً إلى 4 أو 5 سنابات يطلع لك إعلان صح يطلع لك إعلان الإعلان هذا اللي انت تشوفه بين سنابات المشهورة الموثقة هذا ترى المشهور يأخذ عليها فلوس يأخذ عليها قروش وهذه يعني ما شاء الله تبارك الله فيها مصدر دخل كبير جداً في بعض المشاهير توصل إلى حد 100 ألف في الشهر ما شاء الله تبارك الله فعنا لو توثقت في السناب يعني هذا شيء بيحسن أوضاعي المادية كثير جداً إذا سوى سكب ما تحسب لا تحسب حبيبي والله لو أول ما يذنزل الإعلان تسوي سكب بمجرد الإعلان ما طلع في شاشتك أنت تعتبر مشاهد انتهى صاحب السناب يأخذ نسبة من الإعلان ولكن الله يرزقهم وإن شاء الله عقبال عندي وبإذن اللي ما تنام عينه بإذن اللي ما تنام عينه يتوثق السنابي بفضل من الله توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم كل اللي أحتاجه منكم وقفة وقفة في السناب وقفة أسود أما بتعليق ولا تصور الشاشة حتى لو تحذفها صور شوف زي كده ها شوف مثلا ها كده صورت حلو طلبها كذي خلاص وحذفها خلات تنقلع تصويرك للشاشة هذا ترى يرفع سنابي سمعت الله يسمع منكم يا أطيبكم منت الله يجعلني مع دمكم وبشروا والله بالجوائز أبشروا والله باللي يرضيكم والله لو أبيع الكامري ورب البيت لو أبيع الكامري الله لا يرده لو أبيع الدباب الله لا يرده أهم شيء جمهوري ببسط والله يا اللقمة اللي تدخل فيه ثم إلى قسمكم معها نقسمها بيننا سطوة ورب البيت أنكم ساطي بيع الدباب وربك أبلني أفكر أقسم بالله أني أفكر يا أخي أنا ما أدري أنا ما أدري إذا هم صادقين ولا لا لكن في بعض الناس يسوي مسابقات على سيارات على بيوت على على يا أخي أنا ودي أصيل زيهم بس ما عندي ودي أصيل زي المشاهد بس ما عندي كيف أرضي جمهوري فوالله وصلت لمرحلة أبيع الدباب بيجيني من الدباب عشرين خمسة وعشرين ألف أحطها في الجوائز أخليها بدل ما هي خمسة سبايك أخليها عشر سبايك بدل ما هو جوال أخلي جوالين ثلاثة جوالات خلي يا أخي الناس خلي الناس تنبسط خلي الناس تدلع بالجوائز وش شهادتك يا سعيد ثانوي وشني الحب يا فهد عليكم السلام وقعد على قولتهم الرجال يغضي رجال ولا يدفر راسح في الضفع الواحد يظل يصلي برأس لا يظل يخافع كل من جاء ساقه بكلمتين ولا ارتده بكلمتين لا خلك حي بقلبك يا رجل بتشوف الناس تطلعوا انت مخرقا مكانك كن كل بقرة لا تحترك ولا تهش ولا تنش أمي لا منها ضاقت مني وش تقول تقول انت يا سعيد لا تهش ولا تنش ولا تسوق ولا تحوق ولا تخرج من الحلوك هذه أمي دقيتها وووووو狐 يعني خلاص سعيد انا اللي فيس يعطي معك في السبيكة اليوم ارحب يا اللي طبيت ارحب يا جعلها ترحب لينت فينا مرحبا ارحب يا لحلمة تيشو ارحب يا حبيب أخوك الله يحييك تراحي بالحياة لا نبدأ من بدأ يعني نستفيد من منصة الاضواء ما هو لا عشان تستفيد من منصة الاضواء ما هو شرط يكون حسابك موثق انا سنابي ما هو موثق سنابي الى الان ما هو موثق ومع ذلك عندي منصة اضواء وشغالة فيها الارباح اشتغلوا على الموضوع هذا كيف تفتح معك الالماسات لازم تنزل مقاطع باستمرار في منصة الاضواء لازم يكون عندك مشاهدات مشاهداتك عالية في منصة الاضواء المميز الحاجة الحلوة اللي في منصة الاضواء مشاهداتك ما هو شرط ما هو شرط يكون عندك المضافين دولة لا منصة الاضواء زي الاكسب لور حق التكتك اي واحد يقدر يشوفها ضائفة ما هو ضائفة عادي منصة الاضواء زيها تنزل المقطع انت وحظك يضرب المقطع يطلع المشاهدات كثيرة ولا لا إذا ربي يوفقك لو يشبك معك مقطعين بس مقطعين تشبك معك ترى يجيك ألف دولار كل شهر ألف دولار كل شهر من منصة الأضواء ترى مبلغ ما هو بسيط ألف دولار في منصة الأضواء والله ما هو بسيط ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال اعتبرها راتب شهري يا رجل وانت قاعد في البيت ها سمعت ولا لا لازم طبعا علشان لازم يكون حسابك عام لازم يكون عندك أكثر من ألف متابع يعني ألف مشترك وفوق عشان تفتح معك المنصة شنوطها ترى جدا بسيطة والكل يقدر عليها كيف أسحبها السحب بسيط جدا تشوف لك مقطع في اليوتيوب يعلمك أرحب يا حبيبي علينا وعليك يتبارك فاشتغلوا على الموضوع هذا ترى بعد شهرين ثلاثة شهور من الآن يوه ياليتني بديت من ثلاثة شهور يوه ياليتنا بدينا من دا دا شهور ابدأ من الآن لا تأجل عمل الغد إلى بكرة اشتغل من دا الحين خلق حي بقلبك يا أخي خلق صمتها عنك تضلي فاق خلق حي اشتغل دبجة في ذنك لا مقت قدح انجح جلدك بدل عقل أنا قهرت منك تعبت منك يا سعيد ما معنا قروش علمتك كيف تخرجها قروش اخترجوا عينك علمناك كيف تخرجها اشتغل استغفر الله العظيم ها نقلع انتي قلعة تقلعك كل شوية ترسلين ألف دولار مستمرة أيوة يا أخي يجيك كل شهر كل شهر يجيك ألف دولار من السناب شات يعني بيعطونك مرة بيسحبون عليك لا بيعطونك كل شهر تصوير عادي ولا يا أخي انت خلك ذكي ها خلك ذكي لا تصور لي مقطع ها تفتح الكاميرا هل تعلم هل تعلم ان البقرة اللونها أبيض وأسود واو واو يا للهو يا للهو ما نبغى ثقافة ما نبغى معلومات المعلومات تحطها في جيبك لأنه نشدك عنها المحتوى الثقافي أنا أعرف من فين أجيبه أنا في السناب يا أخي أبغى أضحك أبغى مبسط هيش قومك انت جب لك مقاطع حبابة يعني شوف على على مثيل على مثيل السبيل على سبيل المثال يعني شوف كيف أنا عندي في مقاطع من تشيله يعني لحظة أوريك يعني مقطع حبابة كيف شوف كيف شوف زي هذا سلام عليكم عليكم السلام أشياء ما تدري انت كيف طريقتها شوف زي هذا هذا المقطع إذا طلع معك أبوك مشوها شوف أضافك وجهك مقطع بسيط ما تدري كيف طريقته مشاهدات أربعمائة ألف ستمائة ألف شوف على برضه على مثيل السبيل على سبيل يا أخي تكلم زي ما شو معك إنتين يعني مثلا مثلا شوف يعني زي هذا ها لازم لنحسب إن الدنيا شتاء تقول لا ولا دغا 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 ما عينها تنتف لا تنتف تروح تظلي ريحة هذا ما تروش ها شوفت هذا المقطع هذا ستمائة ألف مشاهدة ترى ما هو شرط ها ما هو شرط لا ما هو شرط ها لا ويلك من الله يا علي اغطشها هادي كلها اكفحها لا غلط ما يجوز ها لا تصير زي ذا ولا كاية ها لا تصير زيهم تحشي السناب كل سنابات 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 ها هم آخر صورة اللي تقفل بها سناب وكيف تصور وهي في مكان كده يعني ها ها هم اليوم الثاني تجي تشوف سنابها مسوية ستمائة ألف مليار إعلان كلها عشان ذيك الوظفة قبيلة ها سمعت مني اغطشها هادي كلها لا ويلك من الله لا تشتري الدنيا لا تختار الدنيا ويلك انتبه ها ها انتبه ها نحن نعرف ناسا الله يسترعلي ناوي عليهم نعرف ناسا الله جوا في الشوس في الميديا بعدنا ها وتوثقوا قبلنا ما هي حسادة لا والله ما هي حسادة الله يعني كلهم بعمله وبجهده لكن كيف توثقوا على الشان ولا يعني انها فنادي ها يعني انها فنادي تتمرر على فندي ها 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 شفتا كيف ما قاعدة تجي شهري هاي والله النجمة مرتزة في سنابها بقعة ها شربوا شربوا الودان ما قاعد بقيل هلا عشر دقائق حتى الرجال يسوونها يا رجل انا مرة من المرات ختمت سنابي وانا فنادي اتنحوط يعني اني حديد صحيت اليوم الثانين اقصين الفين الفين القول يضافه بقعة ها شفتا كيف كيف نقول بها دا الحين كيف نقول بها نالله بين يديه اه 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 ما عليكم من دولة كاية هاللي 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 وجهه زي هاللي ما ادري وش اقول هاللي والله لا 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 شنب ولا دقين ها هو من الزل اللي قصة كبئة يتلاوت لعنه الله لا هو مع الشباب لا هو في الفريق اللي هنية ولا هو واقفن كنية الحالة في النص ها حا حتى دولة ترى يجيهم نعمة وصل على السحب سحبوك على وجهك سحبنا يجيلنا ساعتين هالله يعوضك بكرة معنا سحب حتى بكرة اللي ما اشترك في السناب يشترك انا اللي هو بقني ديح صيام ما بقي ماذا في مكة يا مسلمين بقي يجيلنا عشر دقايق كم كما 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 كا ياذا وثنع عشر دل الحين بقي بقي سبع دقايق يا أخي كيف ما تضحك يا أخي انا اتكلم ترى من حرقة ورب البيت هتكلم بحرقة يا أخي لا تحس بني اتضحك معك والله ما اتضحك كان تراها فقعت قلبي حركة يا ايه ها نحن من يوم ونصبح ليه نرقد ونحن نسنب 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 لعل الله من فوق يشفع لنا ها فلحنا للرياء وفلحنا لنا الباحة وطلعنا وننزلنا وحفرنا ودفننا المشكلة على الله لكن انا واثق بإذن اللي ما تنام معينا انا عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى لا تحزن ان الله معنا والله ان ربي معي ان شاء الله ان شاء الله بواقفتكم التوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بواقفتكم ويقول ولاني من الناس اللي والله العظيم يا اخوان تراني ماني من الناس اللي احب الاسلسة وإلا المشاهد يا كثرهم في مكة المشاهد يا كثرهم في جدة اقدرت الاسلس معهم شر لي سانا رجال يا اخي ما ارمي وجهي على كل واحد انا رجال يا عزيز نفس ما حب الاسلسة ما حب ما بغاها الاسلسة داعي لسني أحب الأسلسة ولا بسيطة لو أنها أسلسة لكن والله ربك أعبه أنا أحبها أسفل يا أخي الواحد الواحد أبدأ ما عليه ترى كرامته عزة نفسه لا تسترخصها لا تسترخص كرامتك وعزة نفسك يا رجل عزة نفسك تجدها الوضع ماشي كذا يا سعيد لا ما يمشي الله يجعلني ما مشيت الله يجعلني ما مشيت والله يا كرامتي ما ترخص لي عند أمي أعيد وأكرر لسني أحب الأسلسة والله أقول له كم مرة أطلع مع أطلع مع مشاهير وأفوز عليهم كم مرة أطلع مع مشاهير وأفوز عليهم وأنا قد قلت لواحد منهم أنشر سنابي أنت تحسبيني يوم ألعب مع الناس يلا بنضيفها بنضيف سعيد زيها يلا سمعت ولا لا أنت ما أحد يحبك ليش لا والله أنهم يحبوني خلجتهم ليش إذا في الشاعر وش يقول لو عشقني شخص واحد لو عشقني شخص واحد لا غرابة ولو كرهني ألف شخص شيدان الصحابة نفسهم وهم صحابة صرحة تكفيرهم بعض الخوارج كل واحد في الشورس الميديو ترى في ناس تحبه في ناس تكرهه في ناس ما تبغى لها شوفه سمعت ولا لا ها شفت كيف أقسم بالله ضفتك محبة الله يجعلني مع دمك يا شيخ وعسى الله يجملني معك وأكون عنده حسنة ضل أشرب موية والله أنفقعت كبديا أنفقعت ترى أني تهرشت اليوم بهروج الله يشتر ها خلوها علشاني مجاملة دفئيكم وين الموية دي كاي بعدين أنا يا ناس والله العظيم يقول لك تبغاني أقول لك من انته علمني منت صاحب أنا صاحبت لي واحد وصخ يا ناس الناس تسرق جمال تسرق سيارات تسرق قروش ها ألمحوا ألمحوا صاحبي وش يسرق مناديل ملاعق هلا لا يعطيك العافية قوطة استغفر الله العظيم كنا علي خصة في الملاعق معي يا مسلمين معي مناديل نحوكوها والله لي معي ها الدرجة حق المطبخ ملاعق بقعها بعدين من ذكاية الحديد وما هات حديد ذكاية لو أحبط بها في كأف الأسلب كم عادي بقي بقي أربع دقائق بقي أربع دقائق ها خلنا نأخذ لنا واحدة كفقعت القلب يعد بالله من الشيطان